خلينا كده نستعرض شوية حاجات بالنسبة لي اللي أنا بقف دايما عندها يا كريم إن كان دايما نادي الزمالك بينقصوا إن يكمل جوهة 18 يعني ما بتلاقيش الأجراشن أو الحدة يا محمود فكرة إن أنت عايز تنهي الهجمة وده هيودينا النقطة مهمة جدا السؤال اللي في الشارع الزمالكوي يجي يقولك هو ليه سيف الجزيري بيتقلق الفترة الأخيرة لأنه هو مهاجم نادي الزمالك هو لو شلت سيف الجزيري وحطيت نصر منسي ويبقى عنده كونسستنسي هتلاقي إن هو يبتد يحرز أهداف أنت كمهاجم لما يتخلق لك كمية الفرص دي طبيعي جدا إنك هتسجد صح فده اللي بيحصل وده اللي خلينا نشوفه كده مع الحالات نحن بنستعرض كده الحالات هتلاقي إن حاجتين أنا عايز السادة المشاهدين وهما بتفرجوا وإحنا بنعرض الفيديوهات يا كريم هتلاقي حاجتين وأنا مغمض يعني ممكن ما بقاشر بوسص على الفيديو هتلاقي ده موجود كل هاجمة وكل عرضية شاكر موجودة خلينا نبتدي يعني ده مباراة طلاع الجيش فيه كم واحد في الثمانتاشر يا كريم ثلاث ده أوتوماتيك وفيه هتلاقي واحد مستني برا ده 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 الدفولت بتاع فرقة نات الزمالك هتلاقي إن لازم وإيه مش شرط يا كريم إنه يبقى مهاجم أو وينج لا هو فيه تكملة دايما موجودة جهو الثمانتاشر خلينا نتفق إن مباراة أسوان مباراة الدخلية حاجة والزمالك في المباراة بتاعت طلاع الجيش يليها بقى المباراة اللي بعد كده سواء محلة أو فارقه في الكاس أو المقاولين حاجة تانية بص كريم كم واحد في الثمانتاشر خمسة خمسة ده الزمالك ما كان عمره ما كان ده بيحصل اللي وصل ده إيه يا كريم الراجل عامل نقطة مهمة جدا وهي فكرة إنه هو كان طبعا هو مفتقد مصطفى شالبي أنا في رأيي إن الزمالك فتقد مصطفى شالبي جدا والرجل اتطور جدا بص بص انت شفت زيزو فين زيزو كمل جوة الثمانتاشر أوتوماتيك ده المنمم يعني الثلاثة ده أنا في رأيي إنه هو ميد التعليمات لأكتر من كده يعني الثلاثة ده بيبقى ليل خبالك إحنا ما بنجيبش كمان في كل مباراة كل الحالات انت المنمم بتاع العرضيات في كل مباراة شاكر بيوصل من خمستاشر عرضية لاثناشر عرضية ده عدد كبير جدا جوة ده الهدف مثلا بتاع بتاع طلاع الجيش ده في الديئة كام لو نرجع كده معلش ده في الديئة 93 بص بص انت أولا انت أنا وريتك كل الحالات اللعب وفرق الخصب تحت الكورة بص إبراهيمان ضايم يكمل هو كله عارف إنه هو هيبقى فيه فيه عرضية كام واحد جوة الثمانتاشر الديئة كام 92 والزمال الكسبان بتكلم تاتة على ثلاثة كمان بص زبط كده دي ما كانش موجودة قبل كده يا كريم طبعا نفس الوصف بالتحادة وبعدين اللي كنت بكلمك فيه يا كريم إن فكرة إن انت ما عندكش مشكلة وانت بتستقبق يعني الفرقة بتلعبك دروب باك لا أنا مكمل على نفس السياسة طب أنا هلعب على المرتدات وهلعب على الترانزيشنز أنا هكمل مناسبة الكورة اللي فاتت دي هاتي الكورة اللي فاتت الكورة اللي فاتت دي يا كريم أخت لو الناس تفتكر اللي هتيجي جول بعد كده مباراة المقولين لا وفي نقطة كمان فاكرة كنت عايز تتكلم معنا يا كمان إنه بقى فيه تنوأ كمان في العرضيات يعني دي تنوأ هنا الكورة عرضية بس يعني هو رفع عينه وبس وتعملت على الأرض آه على الأرض يعني فيه تنوأ والكورة دي أخت كورة المقولين اللي جاب منها أعطاقت زيزو اللي جاب منها الهدف بس يا كريم كام واحد في الثمنتاشر تلاتة ده ده الدفورت خلينا ممشي هتلاقي هنا بس ده اللعب ده أحمد فتوح اللي هو لعيب نص ملعب حصل أوفرلودنج ناحية الشمال بس بقى النقطة اللي أنا عايز أكلمك فيها كريم هو بيعمل إيه دايما اللي طراف عنده أسوريو هي المتنفس يعني أنا الأكسوجين بتاعي فين يا شاكر على الطرفين أنا الكورة فيه مقفولة أنا هطلع على الطرف وهو ده الطبيعي بس تنويع في اللعب ده بس مين اللي طالع يا كريم اللي بيكمل جواه الثمنتاشر ده محمد طاري خلينا نكمل آه خلينا نكمل ده الهدف الملغي اللي كان ممكن يبقى واحد من أحلى أهداف الدوري بشكل عام يعني بس محمد طاري فين ومصطفى شلبي هو أوتوماتيك هو داخل جواه الثمنتاشر حتى لو هو واخد العرضة البعيدة الزمالك ما كانش عنده ده كريم ده كارتيرون ما كانش عنده كده جرس الوحيد اللي شوية كان عنده كده لكن مش بالكسافة دي ولا بالشكل ده بس كريم بس النضاي فين بس سيد نمار نازل من الثمنتاشر عشان يشتغل مع عزيزو بس كم واحد أنا عايزك تكمل بقى على اللي بعدها تعرف أنك أنا متكلمين على الكسافة اللي جماعي ديك ثانية واحدة اوقف فس هنا اوقف هنا اوقف هنا اوقف هنا ارجع مالش سانية ارجع ارجع ثانية مصطفى شلبي كان فين يا كريم وهيبقى فين معلش الفيديو ده طويل شوية بس أنا أنا ليه بمصمم على ده لان دي الكمل بقى خلاص كمل كمل بص بص مصطفى شلبي كمل كلا الفيديو كان عطار في خالص هو مكمل في كم واحد انت فيه زيادة عن الاتحاد الطبيعي ان بيبقى فيه مواقف دفاعية المدافعين متبقى اعلى مباراة فارقه استخلاص اوتوماتيك بص كله بص بص زيزو بص زيزو هو هو الديفولت يا كريم ان انا هكمل على جوة التمنتاشة زيزو عمرو ما كان بيبقى عنده ده يعني زيزو دايما هاتي استنى بالزبط كده دايما فيك كسافة ارجع انا مش جايب كل العرضيات اللي فيه مباراة انا باخد اللي هي الحاجات نمازج وبعدين ايه كرة جوة في القلب هخرجها بره الكرة بره هدخلها جوة في القلب هو عامل على طول تلك بص هنا المرتد برضو هروح على الاطراف طبعا دونجا كان واخد قرار غلط بس هو هنا يا جات جون بس بصراحة يحمل اول كتنان في النصر بص سيبك من الجون ان مصطفى شلبي والارتو كام واحد جوة 18 كريم ثلاثة فده معناه ايه ان الراجل عامل سياسة معينة واضحة انا اللعيبة عندي مجرد ان انت شفت اللعيب بيبتدي قرب من 18 انت لازم تكملي ولازم تعملي الزيادة لان انا في رأيي اسوريو ارى الدور المصري بشكل عام ان الفرق اللي هي بتستنى تحت الكورة لازم تحطها في ضغط مستمر عشان اكيد هيغلط اكيد هيبقى عنده غلطة بص فتوح والوان تو طبعا احنا نبقى نتكلم على فتوح لسه معنا حالات بص ده الهدف مثلا في مباراة الموليين بص التروع بالكورة عامل ازاي يا كريم بص بقى التحول بص بص الحدة وهتلاقي كله دخل على على ال 18 وهيكمل ده الهدف اللي بكلمك اللي شبه الكورة اللي اتفوتت مباراة الاتحاد بص يا كريم اختها لما بتكرر ده معناها ايه ان فيه مدارب شغال طبعا انا بشوف انه سوريو طور كتير جدا الناحة دي بص هنا الكورة دي يا كريم دي مهمة جدا بص شكبالا شكبالا فينا يا كريم هو اللي تحت خالص ويوريلك اللي مركزية اللي موجودة عند نادي الزمالك وان انا عايز بس الناس تبص على الكورة دي شكبالا تضرب الاسبرينت مكمل وهو اللي بيستنى تحت الكورة خلاص بيبقى هو الرابع او التالت اللي جوه ال 18 واحدة تانية ده الجول اللي جابه شكبالا افتكر بس الكورة دي يا كريم عشان هنرجع لها تاني في حلم الحالات مع فتوح افتكر بس عشان هجبها لك ابقى بص على عمر السيسي هنا والكورة دي بدايتها كتفين لسه هنبقى نرجع لها بعدين عزيم موسيقى موسيقى موسيقى